موسيقى توفي صباح يومه الاثنين سابع وعشرون وانبر الجاري المغني الجزائري محمد بسماحة والموزع الموسيقي أمين لا كولومب بعد تعرضهما لحادث سير مميت بالديار البلجيكية ولقي أمين لا كولومب مسرعه مباشرة بعد وقوع الحادث في حين تم نقل محمد بسماحة على وجه السرعة إلى مصلحة الإنعاش بأحد المستشفيات القريبة قبل أن يسلم الروح لبارئها إترى الإصابات البليغة التي تعرض لها وشكل هذا الخبر صدمة كبيرة لعشاق المغني الشهير وكذلك أمين لا كولومب الذين لم يصدقوا الخبر في بادئ الأمر وظنوا أن الأمر يتعلق بشائعة فقط وفي التفاصيل كان الراحلان في جولة فنية مؤخرا بإيطاليا ليتوجه إلى بلجيكا في نفس الإطار عبر الأراضي الفرنسية لإحياء بعض الصهرات الفنية هناك قبل أن يتعرض لحادث مرور مروع أنهى حياتهما معانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر